السلام السلام عليكم موسى الحلو معاكم بفيديو جديد قصة اليوم هي اهم قصة بسلسلة الاصاص رح احكي اليوم شنو سافرت تهريب على اوروبا وش اتكلفتني واشو العقبات اللي واجهتها متل المشالحين اللي بلغابة او الموقف الثاني اللي كنا رح نموت فيه بنص البحر لازالك بدي منك تحضر الفيديو للاخير وتركز فيه يمكن تستفاد من تجلطي بدون طول سيري حجزت تيك الطيارة على تركيا كلفني تقريبا 250 دولار خلاص اعتمدت اني اسافر على اوروبا لانو الوضع بلبنان صار كتير ابوكلبي يعني ودي اسافر خلاص فوصلت على تركيا عد كم يوم سياحة زبطت اموري وبعدين سافرت على ازمير انا كنت حاكي مع شباب رفقاتي بيشتغلوا مع مهربين والشباب كفوا زبطولي وضع وقالو لي تعالوا ما تاكلها والتهريب بالبلوم على اليونان بيكلف بين الالف و الالف و خمسمية دولار بس الشباب هدولي زبطولي وضعي وحكوا مع المهرب فقالولي انت رح تسوق البولوم مشان هيك ما بتدفع ولا ليرا شباب كفوا ما بننسكر اسافي اه؟ المشكلة انو انا بحياتي باني سايا بولوم ولا عندي اي فكرة عن الموضوع واول تجربة رح تكون بالبحر الابيض البتوسط يعني روح يا معلم يا عمي خلاص بس المهرب قالي لا تخاف انا باعلمك 15 دقيقة باعطيك شهادة القبطان بعدين قالوا كفوا خير ان شاء الله ساعة انتين بالليل تحركنا على نقطة الانطلاق ركبوا هالنفرات بالتكاسي كربسوا العالم ويلا مشينا 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 لحد ما وصلنا على منطقة ما فيه الدوماري ولا بني ادم لا ولا جحش حتى نزلت العالم من التكاسي وقالوا يلا امشوا وصوب البحر مشينا 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 الدنيا الليل عتمة ولا مبين شي فجأة اجت الفون على واحد من الشباب وتكركب الوضع انا قلت اجت الشرطة على السريع الكلية تخبه ولك بلشت الصياح تكركب الوضع فالله العالم كله هذا تخبه تحت الشجرة هذا تخبه فوق الشجرة هذا نطع لمدري وين مشي الحال تخبت هالعالم والجو كان زمهرير فواحد من شباب المهربين قال لازم ننقسم لفرقتين العائلات والولاد بيضلوا هون متخبين وكم شاب يروح معانا لنروح نجهز البلم ومنه منكون نحنا الطعم بحال صار شي طلع الموضوع انه جاي اخبارية للمهرب فيه مشلحين عرفانين انه فيه رحلة طالعة مشان هيك جايين بدون يشلحوا العالم مصاريا انا حطيت المصاري بصرة وبال اه اوكي رباية حبابتي احطيت المصاري بس تحت يعني فمشينا انا ولكم شاب اللي معاي وفجأة اسمعنا صوت متور واحد منهم قال عز سريع مبطاح مبطحنا كله قاتنا بالارض واستنينا الله واجه الميتور ومعه سيارة عبيمشوا على اقل من مهلون واحد من اللي راكبين بالميتور شايل معه بومباكشن بايده يا محمد دخيلك العمل موضوع جد ما فيه مزح لما قلت زراحه المصاري لا والله بهدلي لو بيحكوا عربي طلعوه وقبل بومباكشن العار بيقوله وينه وينه العمل وينه وينه ونحن هون نحن هون تحتك في بيناتنا كان ما في ما في ممكن نص متر يعني انا لو قم في شوي اطول كان دعاسلي عليه بالدول كل اللي بيناتنا كان شوي تحشيش هيك وزرع هم كملوا طريقا ومشيوا راحوا فصرنا احنا نقوم نمشي شوي نرجع نتخبه نمشي شوي نرجع نتخبه فضلينا ماشين لحد ما وصلنا على الشط مطرح مموجود البلم بلشنا تجهيز بها البلم نفخناه زبطنا الأمور وبعد شساء عجابوا العالم جاء ابو الله هالعالم واجاني المهرب بها وقال لي يلا لن بلش دورة التدريب وبالفعل بلش المهرب معاي دورة السواق المكثفة كيف تصبح قبطان في خمس دقائق علمني بخمسة عشر دقائق شون امشي لقدام ولورا يمين يسار شلوله اتطفى وتشغل متور لازم يكون فاضي غيار اهم شي خلصنا خلصنا قليل فحطلك شوي بل بلم هون قدامي لاشوف صرت اخمس بالمى انا شوي قليل توب جاهز على البحر طلع اربعين شخص يا الله مافي المهربين مافيات نازلين وصياح بالعالم رعب رعب المهم بلا شوي عبو هالعالم بالبلم يجيب هالنفرات ويلا يجيب هالعالم ويكبس لعما كلما اقول انا خلاص اتعب البلوم يرجع يجيب له عشرة ويكبسهم قدامه اقول خلاص الله خلصت يجيب له عشرة تانيات ويحطهم فوق بعضهم صرنا حوالي 42 واحد 48 واحد والله ما بعرف البلوم صار يستفرق عالم ويا حرام كل شي يجيب معه اكتر من شنتين الظهر يمسكوله ايا هيك ويزبتوه بالموية اقول لك شو راحين يا رعب ماسكين العالم رعب والله العصيم ولا هو الحق ولا الشرتح بشعبه في واحد لبناني هذا اكله اكتر واحد يا حرام مزبط الستايل تبعه تبضاره وجاي ضارب الستايل على كيفك وناتف شنتين تسفر عائلية تقول جاي الياخت ياخده العاهر بعد شوي شافه المهرب هيك وجنه لك وره ولاك وحنا اخده كب الغراض كله ولا اشوف يول مهرب كرز عليه مسح فيه الشط عليه الحلال اخده وجنه ولاك قال له اين رايح ولاك مفكر لي حالك رايح سياحة يقول له يا معلم رواء انا من طرف ابو فلان يقول له عليك وعلى ابو فلان يا عراك ما في سفر انزول والله ونزل وما خلا يسافر قال له لاك هاي مشان تتعلم وشون تعامل السوريين بلبنان المهرب عطانا تليفون مشان نتواصل معه طول الطريقة كانت هون الساعة صارت حوالي الاربعة الصبح ومشينا عدينا من جنب خفار السواحل التركي ولا حكوا معانا ولا كلمة لنا والوضع تمام والمهرب عطاني اشارة امشي عليها ضلوا احيانا بيبين احيانا لا اللي بتحطوا هادا تقريبا هيك عشماله وبضلك معشي ساوي وحوالي الساعة المفروض كنا نوصل على الجزيرة لحد الان كله تمام والله يمشينا نحن والوضع تمام ابو حسين على التليفون ها ها مين ابو حسين ابو حسين هو احلى بني ادم ممكن تتعرف عليه بحياتك راح يجي كان في معنى شابين من اللادئية نسخة عن جودة واسعد بالحكي الشكل كله ان شاء الله يكونوا عبيشوفوا هذا الفيديو هدول كانوا مستلمين مراقبة البحر على اساس بحال اجانة شي ومحسوبكم كان شوفير قبطان المهرب حزرني قبل ما نطلع قال لي ممكن يجوكم صيادين او خفر السواحل بحال وقفوكم لا توقفوا لانه الصيادين بدون يسرقوكم خفر السواحل بدون يوقفوكم ضلك ماشي بحالة وحيدة بتوقف اذا اجوا ناس مقنعين ومبقين عليهم شرطة وهيك عدة قيلة هدول هن الكوماندوس حرس الهدود وهدول عندهم صلاحية يقتلوكم بأرضكم يفتحوا عليكم يرشوكم بأرضكم وما احدا بيصلوا خبر عندكم انتو بالبحر يعني ما عشرين دقيقة عدت ونحن ماشيين بامان الله وابو حسين عبي يصف له الجو الرائع للمهرب عبي يقول له خاهي الوضع رائع كله تحت السيطرة لسه ما كمل كلمته ضرب بلجكتور سوى الدنيا نهار عنه يا محمد دخيلة كيكي اجا من ورانا وبقلش اصياح يصيحوا بالتركي بالالماني بكل اللغات شفت الوضع هيك قلت هو فيه ايه لعما ايش صار؟ ضوى البلجكتور اللي عندهم ياه كأنه شمس الدنيا صارت انهار فالعالم خافت وانا قلت يلعن اخت الحز خلص ايه ايه فشلت المحاولة فبلشوا يصيحوا وقف 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 وانا ركب عقل الجحش براسي ومشيت بدل ما وقف صار ببالي انه انا البطل طبع فيلم مشن ام بوسبل ولسه هيك رني وحدة براسي طلع عصفيري صاروا يطلعوا بالمات ومقاتلين وما توبت وضليتني ماشي هو شافني هيك انه انا معنده وركبه راسه وكبس ورانه وبلش يعطيني واحدة يمين وواحدة يسار يعطي ابو حسين يمين وابو حسين يسار اكلنا هروانات وفرقنا على اسماك القرش اتلي حشك ولبن ابو حسين قبس وحدة البسكي براسه اتطار التليفون البطارية بجهة والتليفون بجهة وضعه وكئيب يعني هلا بضحك عليه بس هو كان كئيب الوضع حتى بعد ما وقفت انا بلش يخطو فينا فكلما انعلي راسنا يضربنا اعمل نفسك مي اعمل نفسك مي امشت اللعبة عليه وقت اللي هيك سويت حالي انا مهم علي وابو حسين كمان وانا اعم تطل على بعض ايكي من تحت لتحت وبلش اولاد هالحق خبطوا الميتور تكسير لعنوا ام الميتور طا 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 كسروا البلاستيك تبعوا اططعوا شرطان بلش بد يضرب البلم كمان يبخشوا مشان يقتل العالم ابن الحق النسوان صار صوت على السماء رفعوا الولاد كلهم لفوق مشان يوقفوا يعني يشوفوا ان معانا في ولاد والله وقفوا شالوا حالهم رجعوا بسفينتهم لورا وراحوا وين على باخرة مو باخرة بارجة العامة وقت اللي شفنا بقى نحن وقت اللي صار في ضو شفنا البارجة قدامنا مسكرة البحر قدامنا العامة بزارة في ممكن خمس دقائية عدة كل شي متل الحلم شفنا الموت بعيوننا ونحن صرنا تقريبا بالمياه الاقليمية وهنيك الموج يرفع البلم يطيروا لفوق ويهبطوا يالله صياح العالم رعب رعب هون فئنا انا وبحسين من السكرة تابعنا ودوخانين المعنى ايدي ورماني كتر ما خبطوني عليها وراسي سبعمائة بعجورة اعود دور عالتليفون واحكي مع المهرب وقول له انه نحن مسكنا والمهرب يقول والله لا شوف بلك بيبعد لكم بلوم تاني ينقصكن وهو اصلا عبي يخرط علينا كهانا المهم بلشنا انا وبحسين نحاول نشوف اشو المشكلة ايش ساوا بالميتور بدنا نحاول نخلص حالنا ونخلصها العالم الناس وولاد رجال نسوان كله عب يبكي شباب عبي يحاولوا يتصلوا بالخفر نحن عم نحاول نشوف اذا ممكن نصلح الميتور وضع مأساوي وانا واقفة بنص البلوم وعب صيح عب سب سب اسوء انهار كان من نسبة الي وقللت كتير ادب مع العالم بس كان بدي شوي يهدو انه كتر الحركة والهوبرة يعني البلوم عب يرعص فينا بعد المرحلة هاي شخصيا بسميه مرحلة المعجزة لانه لا انا ولا ابو حسين ولا اي حدا من اللي معي كان كان له ايد بهذا الشي كانت ايد رب العالمين هي اللي معانا رب العالمين حط بايدنا وما في اي تفسير تاني لهذا الموضوع انا ما عندي اي فكرة عن تصليح الميتورات ولا الي علاقة بهذا الشي ولا عنا عدة ولا عنا شي نحن بنص البحر بلشنا نحاول نعرف المشكلة الموجودة بالميتور فطلع معانا اول مشكلة بعد خمسة عشر دايئة تقريبا انه على كترة ضرب متكسرات المسننات تبع الغيار والغيار على الان لا بيقدم لا لقدام ولا لغراه بلشنا نفتش اذا كانوا مسوين شغلة تانية فطلعوا مسوين شغلة لسه احقر واللي هي قطعوا شريط الكهرباء تبع البوجي يعني الميتور من دون كهرباء مستحيل يصال فوقفنا هيك مع هيك مشكلتين لا عنا شرطان لا عنا عدة لا عنا شي مستحيل يتصلح يعني كنا بهاي اللحظة مستنين يا الموت يا اما يجو شي خفر او حدا ينقذنا بس هون حكمة رب العالمين اجتنا والله حط بيدنا وبلشنا نحاول انه نحل المشكلة ما بعرف ليش ما بعرفش جانا مع انه يأسين كنا بس الروح غالية بلشت انا مع ابو حسين نفتش نشوف ايش ممكن نساوي شريط الكهرباء تبع الدبرياج بيكون بالعادة ممدد بطريقة زكزاك مشان يبعد عن حماوة الميتور مشان ما يفجر وهني قطعوا الشريط بس لسه فيه له طرف موجود فصرنا نحاول نطلع من السكة اللي موجود فيها ومدينا بشكل مباشر لزقنا بالميتور انه خلص خلي يحمى وخلي يفجر بس نون نزلتنا شريط ابو حسين ربطوا بالبوجي قالنا ممكن نحلت هاي المشكلة الاولى اللي عنا المشكلة التانية اللي هي لغيار اللي غيار معلق متكسر تحت فبلشنا نحاول نحله نحله ما كان يمين يسار نحاول بأي طريقة ما في اخر شي ما كبستو ما في بس اسمعك هيك صوت تكة صغيرة تلو معقول كون مش يحاله حليته والله نحل الغيار سمينا بسم الله وبلشنا نحاول نشغل ميتور اول محاولة محاولة تاني محاولة دالت محاولة عطانا صوت رابع محاولة اشتغل الميتور البلم صار الصياح فيه والتكبير والتهليل قالت العالم الله اكبر الله حضرة اشتغلت الحضرة عنه الحمام ما حدا انا نفسي والله ما أصدقت الحمام شلون اشتغل الميتور ما حدا بيعرف ابو حسين ادعو لك والله كانت معجزة معجزة كبيرة مشينا بالميتور طبعا الميتور عب يمشي هيك فينا هو يمشي بالعادة سبعين صار يمشي عشرة طلع علينا الصباح بعد شي ست سبع ساعات وناحنا ماشيين وصلنا بقى المياه اليونانية الحمدلله شايفين الجزيرة قدامنا ومع مصالة لأنه الميتور عايف دينه لا أحلى شيء واحد قال بيقول ايه شرايكونا اتشط انا واروح سباحة سباحة مهم شفنا خفر السواحل اليوناني بلشوا يقشروننا انو اروحوا ع الشط الحمدلله العالم اتطمنت والعالم بس حست بالأمان شدوا ستمائة ألف اقتيلة مع بعض لقصاروا يتقاتلوا محلي ولعب عدلهين وصلنا بقى ع الشط بعد ما مشينا تقريبا شي ست سبع ساعات ما بعرفش قد بالظبط وصارت تقريبا حوالي ساعة عشرة او ايداعش الصبح الميتور لم نص لانو كابسين طول الوقت على البنزين وما عم بنحرك يعني لانو ماشي عشرة اصلا فوقت اللي بلشن نقرب على الشط قال لي يا بحسين هدي يلا مش هنتوقف فانا تركت البنزين والميتور ضلوا ماشي يعني خلص فانا تركت الموضوع لانو الناس راح تخاف هيك هيك يعني راح نضرب بالشط فقالت اوكي خلي يا مفاجأة فعبي يقول لي يا بحسين هدي هدي تولو اوكي يلا يلا بعد شوي هدي دا investigate لايا قالوا الكمل اش بق بعشية تولو كل اLo ما يوقف بس يسكوت يخرب بي książ ضربنا بالشط فجر البلم والحالة مع مرة عشرة بس الحلوى هون انو كنا على الشط يعني بس كان الماي شوي غميعة شطينا بالماء انا وهكم شب وبلشنا نطالع الولاد ونحطاهم على الشط بس المشكله كان بوتا انو الموج عب يضرب البلم والبلم عب يضربنا نحنا وجسمنا عب يآبي يجي وينпар ven nall بعد عناء خلصنا العالم كله اللي حسن يسبح لحاله سبح وطلع اللي كان بده مساعد يساعدنا خلص ما ضل حدا بالبولوم كله صار عالشط طلعنا عالشط انا هون حسيت انو الطاقة تبع انتهت بس الحمدلله وصلنا عالشط صلنا اليونان كان طالع الشمس وقراضي كله المي والجو دافي كان كتير اول شغلة سويتها باليونان شطحت على صخرة وعدت شمس كله يطلع علي يقول هاده غبي هاده فيه وشي مو مزبوطة ده بعله بس كانت من احلى اللحظات بغض النظر عن ظهري اللي مشرط كان وانا لابس كنزة بيضة كله دم كانت بس كان حلوه الشعور والله رائع لهم بتكون خلصت رحلتي من تركيا لليونان اذا بتكون اكفي القصة من اليونان لاوروبا اكتبوا لي بالتعليقات اذا انت لساتك الهلاء بتحضر الفيديو اكتب لي بالتعليقات بلمبليرا ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي احتمال كبير كمالة القصة حطوا اعجاب على الفيديو لسه ما حطيت واشترك بالقناة اشترك يا وجل مراقبك لحتى تشترك اشترك